موسيقى استجابة لدعوة الرئيس السيسي مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة لمناقشة القضايا الاقتصادية العجلة وخطة إجراء الحوار الاقتصادي رئيس الوزراء يلتقي وزيرة خارجية بلغاريا ويؤكد دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واشنطن تعلن استمرار تنسيقها مع القاهرة والدوحة للتوصل لهدنة في غزة وتطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية التسع مساء بتوقيت القاهرة أسابع بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي يأتي هذا لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة التي ستكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الرهنة وذلك للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية على أن يتم رفعها لاحقا لرئيس الجمهورية أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تدعيات اقتصادية على العالم أجمع ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهائها وخلال استقباله وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابريال بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشيرا لاستمرار مصر في جهودها الدبلوماسية للتوصل لحل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وعلى صعيد العلاقات السنائية أهرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بإمكان توفير منطقة متخصصة للشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضا جهود الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر من جانبها أكدت وزيرة خارجية بلغارية أن مصر شريك استراتيجي لبلادها لافتة إلى انفتاح صوفيا على مزيد من التعاون مع القاهرة في مجال تصدير القمحة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة وزيرة خارجية بلغارية ماريا جابريال إلى مصر تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات الصداقة بينهما وخلال مؤتمر صحفي مشترك أوضح شكري أن أهمل لجنة المشتركة عكست رغبة البلدين في تعزيز العلاقات ترسيخ حلقات الصداقة والتعاون بينهما حيث ترأسنا سويا أعمال الدورة الأولى من لجنة التعاون المشتركة بين البلدين بحضور لفيف من السادة الوزراء وخبار المسؤولين من البلدين كما أود أن أهنئ معالي نائبة رئيس الوزراء على قرب حلول موعد تولي سيادتها منصب رئيس الوزراء في بلغارية أتمنى لها دوام التوفيق والنجاح والسداد وقد عكست مناقشات أعمال اللجنة رغبة حقيقية من البلدين في تطوير العلاقات والوصول بها إلى أفاق أرحب لا تناسب مع حجم وإمكانيات وقدرات البلدين وتطرقنا إلى مجالات التعاون المشترك سواء الخائمة بالفعل والتي يمكن العمل على دفعها وتعزيزها أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرسهما على تدشين تعاون من خلالها في الفترة القادمة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المفاوضات بشأن الأوضاع في قطاع غزة صعبة ومعقدة كما طالب شكري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في القطاع مشددا على أن مصر تواصل جهودها السياسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني مشاورات التي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية تم طرحها وكان هناك وجهة نظر إزائها من قبل حماس وهناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين باعتبار أنها مرفوضة أو غير صالحة بأن تكون أساس لهدنة والإفراج عن الرهائل هذا لم يمنع بوجود اتصالات مستمرة وجهود تبزل هنا في القاهرة لتقريب وجهة النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة والفراج عن الرهائل والمحتجزين الفلسطينيين وهذا ما نعمل من أجله ولكن بهدف أن نصل إلى وقف خامل لإطلاق النار أعربت الوزير البلغاري عن رغبة بلادها في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع مصر وأشرت الوزيرة إلى التوصل الاتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون بين مصر وبلغاريا وعقد أولى جلستها بين مسؤولي البلدين توصلنا إلى اتفاقنا لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون والآن بدأنا الجلسة الارتفاحية لآلية التعاون والتي ترأصناها معنا مع السيد وزير الخارجية وقد تبنينا بيانا مشتركا ولكن الآن نرسل إشارتنا قوية أولا فلدينا بالفعل علاقات متميزة ومن الوهم أن نبقي الحوار السياسي على أعلى مستوى عقب ذلك نقول بوضوح أننا نود إلى تقوية العلاقة والشراكة الاقتصادية ونود كذلك القول بأنه في هذا الإطار وبهذا التعاون وبزيارة اليوم نود أن نشكل وأن نقدم حلولا مشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية أقول اليوم الرسائلة الرسائلة اليوم هو تكثيف التعاون والاتصال والتنمية الاستراتيجية كان وزير الخارجية سمح شكري قد عقد مع نظيرته البلغارية جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة تناولت المباحثات عدد من الملفات الهامة يتقدمها تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وتبادل الرؤى حول أهم القضايا محل الاهتمام المشترك بين القاهرة وصوفيا ترأس وزير الخارجية سمح شكري مع نظيراته البلغارية عمال الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك حيث تم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أكد الجانبان التزامهم الوسيق بتعزيز العلاقة السنائية وتعزيز التعاون السياسي إلى مستوى أعلى بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر كما أكد الطرفان اهتمامهم البالغ بدفع التعاون السنائي في مجال الطاقة وتعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص لسيما الأطر التنظيمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تشمل تشجيع أنشطة الشركات الناشئة ذات المنفع المتبادلة استعرد الوفد المصري الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فضلا عن التطرق إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تهيمن أعلى الساحة الدولية الرهنة التقى الفائق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الدفاع البلغاري تودار تاليغاف وتناول لقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات وتدعيات الأوضاع الرهنة وانعكستها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد تودار تاليغاف وزير الدفاع البلغاري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين الصديقين تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأكد الفريق أول محمد زكي على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لكل البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي مشيرا إلى ضرورة حج الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة من جانبه أعرب وزير الدفاع البلغاري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين مثمنا الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع كما قام وزير الدفاع المصري والبلغاري بتوقيع مذاكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكل الجانبين حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين اشتركوا في القناة تبدل مصر جهودا كبيرة بشأن القضية الفلسطينية على مختلف المستويات وفي كل المحافل الدولية بالنظر لكونها القضية المركزية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وامتدادا لهذا دور التاريخي عملت مصر على فتح معبر رفح البري من جانبها بشكل مستمر منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي بهدف إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين دور لا يقبل المزايدة واهتمام لا يوازيه اهتمام بأي قضية إقليمية أخرى وثوابت أخرى في سياسة القاهرة إزاء القضية الفلسطينية التي دافعت عنها مصر بدماء أبنائها وجهود ساستها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فطنت مصر للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع على الأرض بالمخالفة لما أقرته المرجعيات الدولية ذات الصلة فأكدت مصر في عدة مناسبات أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة والتي تهدد بتوسع نطاق الصراع يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما شددت مصر كذلك على أن أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل واستمرارا لموقف مصر الصادق تمسكت القاهرة بثوابتها الإنسانية والأخلاقية كجزء لا يتجزأ من هذا الموقف ومنذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيد أو شرط وقامت بحجد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش كما ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع ومع استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل حال ذلك دون إدخال المساعدات لكن وبمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور وإبراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع الذي تتضمن حدوده خمسة معابر أخرى عملت إسرائيل على إغلاقها بشكل شبه تام مصر التي تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها في سبيل تنصيق عملية إدخال المساعدات من جهة وفي جهود الوساطة السياسية قامت وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب مصر التي لا تسعى لأي مآرب خاصة من دفاعها القوية عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هي من قدم الثمانين بالمئة من المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بما يؤكد فشل أي محاولات لإحراجها بغير حق ودون مصداقية أو أدنى قدر من الموضوعية أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ أن بلاده على تواصل وتنسيق دائم مع القاهرة والدوحة بهدف التواصل إلى هدنة في قطاع غزة أضاف ويربرغ أن مصر كانت وما زالت تلعب دورا جوهريا منذ بدء النزاع في قطاع غزة وتبدل جهودا كبيرة لإصال وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هناك تنسيقا مع دول كثيرة وخاصة مع مصر لبحث إن كانية إطلاق صراح الأسرة والمحتجزين ومنع تصعيد الصراع في المنطقة دعا لمسؤول الأمريكي إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عقبية صارمة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين المدنيين في الضفة الغربية كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة أفاد الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية سيعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول الجهود المبزولة لبدء مفاوضات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق صراح المحتجزين المتبقين في غزة إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكر فيها الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتذكرها بذلك المذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة تم إرسالها من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء وذلك لضمان تنفيذ أهدافها هذا ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمريكية لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات وننتقل بكم مباشرة إلى مدينة تل أبيب حيث تشهد تظاهرات ضخمة احتجاجا على سياسة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التعامل مع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس يطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة نتنياهو الذهاب لانتخابات مبكرة حتى خلال العدوان الجاري على قطع غزة كما يطالب المتظاهرون بإنفاذ صفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حضر الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيت من التبعات الخطيرة لقيم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة رفح بقطع غزة شدد أبو الغيت على أن نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح على مئات الألاف من الفلسطينين يعد خطة مكشوفة ومرفوضة على طول الخطة كما أكد أبو الغيت أن الخطة الإسرائيلية تنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي مشيرا إلى أن دفع مئات الألاف للنزوح من القطاع هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هذا فضلا عن ما يمثله من إشعال خطير للموقف في المنطقة عبر تجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي المصري شددت الرئاسة الفلسطينية على أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح ومحاولة تهجير الفلسطينيين لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسئولية وطلب المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة الإدارة الأمريكية بالعمل على إكبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطينية معتبرا أن التزامن غير المسبوق لمستوى التصعيد الإسرائيلي مع شني حملة للمساس بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل يشكل محاولة للتهرب من وقف إطلاق النار ووقف الحرب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية طلب أبوردينة المجتمع الدولي بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة حضرت حركة حماس من مجزرة في حال شن عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة وهي محملة في ذلك الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسئولية الكاملة يأتي هذا في الوقت الذي كثفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفها على مدينة رفح وكأن البقاء على قيد الحياة شرف لا يستحقونه ومعروف لن يناله أينما ذهبوا واقع يعيشه الفلسطينيون بالكابوس لم يستيقظوا منه بعد فبعد أن جاء منهم القليل بعد رحلة فقد وتشريد وجراح لا تضمض وارتضوا بخيام رفح سكناً رغم البرد والجوع أبت إسرائيل دولة الاحتلال أن تستكمل مسيرة مخططات اليوم التالي دون أن تضيف المدينة التي تؤوي نحو مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني لسجل عدوانها الغاشم لتجعل من اسمها وصم طعار جديدة تكمل بها صفحة جرائمها ضد الإنسانية ففي تحدي جديد للقرارات الأممية والقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتجنيب المدنيين عواقب الحرب كثفت القوات الإسرائيلية قصفها على مدينة رفح والتي نزح إليها أكثر من نصف سكان القطاع قصف جوي يأتي تمهيداً لتنفيذ أوامر من نتنياهو لقواته المحتلة بالاستعداد لهجوم بري على مدينة رفح بذريعة تفكيك قوات حماس قبل حلول شهر رمضان وفي محاولة لإنقاذ ما تبقى من صورتها المشوهة أمام العالم تقول السلطات الإسرائيلية أنها ستستعد لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من المدينة للشروع في تنفيذ الهجوم ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية فإن إسرائيل وضعت خطة تجريبية لتمكين عشرات الألاف من العودة إلى شمال قطاع غزة ورغم تحذيره داخلياً وخارجياً من مغبة تلك التحركات غير المدروسة أبلغ نتنياهو الولايات المتحدة بأن العملية البرية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين من جانبها حذرت وكالات الإغاثة من أن الهجوم العسكرية في مثل هذه المنطقة المقتضة بالسكان قد يؤدي في النهاية إلى مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء في وقت يواجه فيه الأطباء وموظف الإغاثة صعوبات بالغة من أجل توفير المساعدات الأساسية للفلسطينيين إذن هي رفح أحدث محطات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة واختبار جديد لضمير العالم علّه يفيق من غفوته أو ينقذ جبينه من عار جديد لن يغفره التاريخ هذا وتتوالى الإدانات الإقليمية والدولية بعد إعلان السلطات الإسرائيلية شن هجوم عسكري بري مرتقب على رفح وحذرت الأمم المتحدة من خطورة العملية العسكرية البرية على رفح وصفة إياها بالكارسية مشددة على ضرورة حماية المدنيين اشتركوا في القناة أكدت منظمة أطباء بلا حدود أنه لما كان آمن في غزة وأن التهجير القصري المتكرر دفع الناس إلى نزوح لجنوبي رفح وأصبحوا محاصرين بدون خيارات أوضحت المنظمة أن أكثر من مليون شخص في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا كثيرا منهم يعيشون في خيام وملاجئ مقاقة أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الأحترال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة تجاه بوابات ومباني مجمع ناصر الطبي بخان يونس وأعلنت مصادر طبية أن هناك حتى الآن شهدين والعديد من المصابين فيما لم تستطع التواقم الطبية المختلفة الحركة بين مباني مجمع ناصر الطبي بخان يونس نتيجة لإطلاق النار الكثيف داخل المجمع وطلبت السلطات الصحة في غزة بوجود المؤسسات الأممية داخل مجمع ناصر الطبي لحمايته وحماية من بداخله لافتة إلى أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 ألاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددا حيث اعتلت قناصة من جيش الاحتلال منازل بمحيط المجمع وأطلق النار على باحته كما يعاني المجمع نقصا حادا في الطعام والشراب قالت منظمة الصحة العالمية إنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي أشار المرصد الأورو متوسطي إلى أن الجيش الإسرائيلي يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي واسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها ما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانا غير قابل للحياة أو السكن موسيقى 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 اشتركوا في القناة وعدد الشهداء إلى 28.064 فلسطينيا وإصابة 67.611 وذلك جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 من أكتوبر يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لوسط وجنوب قطاع غزة مما أصفر عن استشهاد 26 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة العشرات أعلنت وكالة وفاة الفلسطينية للأنباء العصور على جسامين الشهداء الفلسطينيين الطفلة هند رجب وخمسة من أفراد عائلتها بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة كانت ولدت هند وإسرتها أطلقوا نداء استغاثة لجميع الهيئة الأممية في العالم لإنقاذ الطفلة هند والمسعفين الذين خرجوا لإنقاذها وأخيرا هدأت روح هند بعد أن فاضت لبارئها شهيدة تلك الطفلة ذات الأعوام الستة التي قضت دقائقها الأخيرة في هذه الحياة الظالمة محاطة بجثث عائلتها بعدما حاصرتها دبابات الاحتلال لم تفلح سرخات ليان قريبة هند وهي تستنجد بالهلال الفلسطيني لكي ينقذوهم من القصف الذي استهدف سيارة الأسرة التي فرت من جحيم في تل الهوى وبعد مكالمة المفجعة تولى فيها صاريخ ليان انقطع الاتصال لتلحق ليان بباقي أسرتها وتظل هند وحيدة داخل سيارة محطمة محتمية بجثامين أهلها في واقعة سجلها التاريخ بالصوت قبل الصورة حبيبتي ما أنا يا حبيبتي رح أجي أخذك هلأ عمه من الهلال عماله عم بنصك عشان إحنا نقدر نيجي نأخذك حواليك يصيدر برصاص آه خذيني يا حبيبتي والله بدي أخذت بس مش بإيدي هلأ برد أجوع وظلام وتعاقب للليل والنهار لأيام طويلة وهند جائعة ملتاعة تتحدث لهيئة الإسعاف قدر المستطاع حتى ضاع صوتها هي الأخرى أما المسعفون فعثر على مركبتهم على بعد أنتار من مكان وجود هند بعد استهداف مركبتهم فور وصولها للموقع رغم الحصول على تنصيق مسبق للصماح بوصولهم إلى المكان وبعد فلا الكلمات باتت قادرة على وصف تعطش الاحتلال للدماء دون تمييز ولا أحاديث الساسة تستطيع محو ذاكرة الشعوب التي تجرعت الآلام من أهوال جرائم الاحتلال أكد مقالا تحليلي بصحيفة الجاردين البريطانية أنه بات من الواضح تبقى لتقارير الأمم المتحدة انتهاك إسرائيل لقارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها الشهر الماضي بشأن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وأشار المقال إلى تصرحات المقررات الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز التي لفتت فيها إلى رصد عجز كبير في توفير المستلزمات الطبية والأغذية والمياه الصالحة للاستخدام بالتوازي مع مواصلة القوات الإسرائيلية تدمير البنية التحتية في قطاع غزة أكد نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ألفين بورتس أن الدعوة التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل جاءت من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في غزة كما أكد في لقاء تلفزيوني مع تلفزيون فلسطين أن حكومة جنوب إفريقيا والدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية تواصل متابعة أهمية تقديم إسرائيل تقريرها للمحكمة ولن تتردد في اتخاذ إجراءات اللازمة لمتابعة السلوك الإسرائيلي المتحدي لقرار المحكمة نشرة أتى ساعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري ونتابع فيها وزير الخارجية الإيرانية يؤكد أن بلاده لم تعمل على توصيع نطاق الحرب في المنطقة وحزب الله اللبنانية يسيطر على مسيارة إسرائيلية أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن الحل السياسي فقط يمكنه إنهاء الصراع في غزة وخلال زيارته للبنان أوضح عبداللهيان أن إيران لم تسعى لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة وضف أن مفتاح الحل لأمن الملاحة البحرية بالبحر الأحمر هو وقف الحرب على غزة كما لفت إلى أن طهران وواشنطن تبدلت الرسائل في الأسبوع القليلة الماضية مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي العمل على وقف الحرب في غزة أعلن حزب الله اللبناني سيطرته على طائرات مسيارة إسرائيلية من تراز سكايلارك في حالة جيدة وأوضح حزب الله أن الطائرة الإسرائيلية كانت تحلق فوق المجال الجوي اللبناني يأتي هذا فيما أشار حزب الله إلى أنه استهدف مبنى في مستوطنة المنارة بداخلي جنود إسرائيليون بالأسلحة المناسبة وتم إصابته وإصابة مباشرة من جهتها أفادت وسائل علام إسرائيلية بأن عشرة صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربية أفادت مصادر محلية لبنانية بوقوع قتلى وجرحة جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة جدراب قضاء صيدة اللبنانية حيث استهدفت سيارة ودراجة نارية أذع راديو الاحتلال الإسرائيلي أنه على بعد نحو 50 كيلو مترا من الحدود استهدفت طائرة تنتبع الجيش الإسرائيلي عناصر من حزب الله في شمال صيدة قتلى سلاسة أشخاص موالين لتهران جراء ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ليلا مبنى السكنية غرب العاصمة السورية ولفذت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طلت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله من بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر وأيضا مواقع للجيش السوري جاءت الضربات الإسرائيلية بعد قصف ساروقية استهدف منطقة مطار المزة العسكرية غرب دمشق والتي تضم مواقع تابع لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن موسكو عززت إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية بشكل كثيف خلال العام المنصرم وخلال جولته في منشآت تصنيع طائرات مسيرة في منطقة نهر الفولجا أكد شويجو أن قدرات الإنتاج التي تم تدشنها تسمح لبلاده بإكمال أغلب المهام التي تواجههم هذا وتستقدم روسيا بشكل مكثف الطائرات المسيرة خلال حملتها العسكرية المستمرة منذ عامين تقريبا في أوكرانيا دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسي ستلتنبرج أوروبا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة لدعم أوكرانيا ومنع يقود محتملة من المواجهة مع موسكو وأكد خلال تصريحات لوسائل إعلام ألمانية على ضرورة أهدى تشكيل وتوسيع قاعدة الحلف الصناعية بشكل أسرع لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء مخازن النيتو مشددا على أهمية حماية الدول الأعضاء في الحلف أعلنت دار الإفتاء أن غدا أول أيام شهر شعبان لعام 1445 هجريا وتقدمت دار الإفتاء النصرية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة الكريمة كما تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم دعية الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وشعبها أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام شهدت قرية الألف تابعة لمركز كفر سعد في دميات انطلاق قافلة طبية شاملة على مدار يومين ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تم توقيع الكشف الطبيع على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاق بالمستشفية وأصدر قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية كما تم تنفيذ العديد من الندوات التثقفية إضافة إلى الصيدلية لصرف العلاق بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية القرية هنا من ضمن القرى التي نستهدفها بالقوافل للاجئة لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل بتوعد من القرى البعيدة والمحرومة من الخدوات الصحية القرية هنا ما فيها شوحة صحية فبالتالي نستهدفها وكمان بعيدة ومحرومة فبالتالي نستهدفها بالقوافل القفلة النهاردة طبعا قبل ما بننزل القرية أو قبل ما بنعمل القفلة في القرية بنرجع مركز المعلومات اللي عندنا وبنرجع قاعدة البيانات اللي موجودة معنا بنشوف الاحتياجات الصحية الخاصة بالمكان بنشوف ايه التخصصات الطبية اللي هنبدأ نوفرها في القرية ايه اكتر ادوية ومستلزمات وتخصصات كانت موجودة معنا في اخر قفلة فبالتالي بنوفرها بشكل كبير في القفلة اللي هنقيمها القفلة الطبية طبعا جات علينا السنة اللي فاتت ومن الحدث اللي عملته احنا كنا في استقبالها السنة دي بكل سرور لان القفلة العلاجية فها كل التخصصات الطبية فإشعاته فها تحليل في اقبال من الجمهور على الاماكن العلاجية يعني ما شاء الله يعني ناس كلها متعاونة وبنشكر الصحة وبنشكر اللقم وبالانجاز العظيم ده اللي عمل لخدمة اهل البلد واهل القرية الحمد لله دكاترين الميامية والله وابنهم قبلوا حلوة وكشف عظام وكشف بطني وجراحة أنا كثل النهاردة كشفت بطني ونظر وكويس جدا التكاتر كان أسلوبهم كويس جدا وهم كانوا كويسين جدا يعني أسلوبهم تردتهم كلام حلو الحمد لله من النهاردة كشفت والدكاترة جابولي عليك وابليني أحسن معابلة نظمت جامعة طنطا بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة نظمت قافلة تنموية شاملة في قرية قفل بلدومة تابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية شهدت القافلة التي تشمل 16 عيادة متنوعة تقديم الخدمات الطبية لـ 1656 حالة بالإضافة إلى صرف الدواء بالمجان كما شهدت القافلة إجراء اختبارات لمحو الأمية لـ 8 مواطنين وتقديم عدد من الخدمات البيطرية حالات البسيطة بنقدر نكتب لها علاج ونشخصها لجيب أشعاتها في حالة تانية بنحولها للجمع محتاجة تحليل أكتر أو أشعات أكتر الحمد لله كان فيه سهولة في التنظيم ويعني المرضى كانوا متعاونين والجامعة كانت موفرة سيدلية فيها مواظم الأدوية اللي احنا كنا محتاجينها نحاول على قد ما نقدر إن احنا نوفر كشف بالمجان وعلاج بالمجان وفيها كافة العمليات وبنحاول نخلي المواطن يكون مبسوط ونسد احتياجاته جيت كشفت بعانا من رجبوتي بخشونا على الام ده وكشفت في الكافلة ودهو علاج مجان وكشف حيله يعني كويس والحالة حيله خالص طول التفادي وفرت على موصلاته وانا كنت رأدى ما بقمشه والله وده نسلته جيت تكتب جابنا حدي والحمد لله الخدمات كويسة جدا واريت تكرر على طول كل شهر حتى الناس الظروفة تعبانة أصلا وعندها تعرض يكشفوا الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة أخبار المال والأمان لما سارة نجيب إليك سارة شكرا ناهبة وأدى مشاهدين هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة أهلا بكم تفتح معارض أهلا رمضان بالمحافظات أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري حيث سيتم إنشاء ثلاثة معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة علاوة على من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي وأشارت الحكومة إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ستشارك في معارض أهلا رمضان وبركن خاص لتوفير السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة ووجهت الحكومة هيئة السلع التمونية بسرعة تعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة بالإضافة إلى الأرز أيضا بما يعزز من الأرصد الاستراتيجية اتفقت مصر وبولغاريا على تبادل الزيارات بين الشركات من الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصالات عمر طلعط وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا ميلينا ستشوفا والوفد المرافق لها لمناقشة فتح أفاق للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين وناقش الوزيران آليات التعاون في مجال تطوير حلول تكنولوجيا مبتكرة ذلك باستخدام التقنيات الناشئة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي استقبل وزير البترول طارق المولى وزير طاقة البلغاري والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا ضد وفد رفيع المستوى من المسؤولين البلغاريين تم خلال اللقاء بحث سبل تعاون المقترحة بين الجانبين والفرص لاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والتعدين والهايدروجين والطاقة الخضراء وأكد وزير البترول أن متطلبات الأسواق العالمية هي ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية وأن الهايدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية بنحو 6% وسط التوطرات المستمرة في الشرق الأوسط وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 69% لتسجل 82 دولاراً وتسعة عشر سنة للبرميل كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام الأمريكي بنسبة 81% لتسجل 76 دولاراً وأربعة وثمانين سنة للبرميل كذلك ارتفعت أسعار المزوت عالمياً بنسبة 1.98% لتسجل دولارين وأربعة وتسعين سنة للتر في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 3.65% مسجلة دولاراً واحداً وخمسة وثمانين سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تخطى المستثمرون عن الأسهم الأمريكية تخلى المستثمرون في الأسهم الأمريكية واتجهوا لشراء الأسهم الصينية خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي ووفقاً للبيانات الصادرة عن بانكوف أمريكا شهدت الأسهم الأمريكية نزوحاً للتدفقات بقيمة 15 ملياراً وستمائة مليون دولار في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير في أكبر وثيرة منذ سبتمبر من عام 2023 على الجانب الآخر شهدت الأسهم الصينية تدفقات قياسية بقيمة 18 ملياراً وثمانمائة مليون دولار خلال الفترة ذاتها سجل التضخم في ألمانيا تراجعاً في يناير الماضي بوثيرة سنوية مسجلاً أدنى نسبة منذ عام 2021 ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض معدلات الفائدة لاحقاً هذه السنة وأعلن المعهد الفيدرالي للإحصاءات ديستيتس تراجع مستوى ارتفاع أسعار الاستهلاج بنسبة 8 من 10% نقطة مئوية بالمقارنة مع ديسمبر حين ازدادت بنسبة 3.7 من 10% على أساس سنوي بعد خمسة أشهر من التراجع على التوالي هذا ويتصارع تراجع التضخم في أكبر قوة اقتصادية أوروبية بعدما بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك نسبة 9% قبل عام مسجلاً متوسط 5.9 من 10% في عام 2023 نظم مزارعون أسبان احتجاجاً وهم على جراراتهم خارج أحد فروع سلسلة متاجر شهيرة في أسبانيا في اليوم الخامس من الاحتجاجات على مستوى البلاد ومنذ يوم الثلاثاء السادسة من فبراير انضم المزارعون الأسبان إلى نزرائهم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا في احتجاجات يومية تشمل إغلاق العديد من الطرق السريعة والمواني ويرى المزارعون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أن قواعد حماية البيئة تجعلهم أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالمناطق الأخرى نهاية جولتنا الاقتصادية لتاسعة والآن عودة من جديد إلى هبا وأدى إليكم أعلنت رئيسة المجر كاتالي نوفاك استقالتها بعد تعرضها لضغوط متزيدة بسبب عفوها عن رجل متهم بالمساعدة في التسطر على قضية اعتداء جنسي في دار للأطفال قرأت رئيسة المجر بخطائها خلال كلمة لها بثها التلفزيون الرسمي وكانت نوفاك الحليفة المقربة من رئيس الوزراء المحافظة فيكتور أربان قد عفت عن نحو 24 شخصا في أبريل الماضي ومن بينهم نائب مدير دار الأطفال الذي ساعد المدير السابق للمؤسسة على إخفاء جرائمه بحق الأطفال فتحت النيابة العامة في باريسة تحقيقا في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف بعض الشركات الوسيطة الخاصة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي تعرض أكثر من 33 مليون فرنسي إلى سرقة بياناتهم وهو ما يشكل واحدة من أكبر عمليات الهجوم السابقاني في فرنسا تمكن المهاجمون من التسلل إلى البيانات الشخصية للمشتركين في حين أكدت اللجنة الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحريات أن الاختراق لم يمتد إلى المعلومات البنكية والبيانات الطبية وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني أكد الزعيم الكوري الشمالي كينجونغون أن بلاده لن تتردد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا ما تعرضت بلاده للهجوم يأتي ذلك وصى سمرار الجارتين الشمالية والجنوبية في تعزيز استعداداتهم العسكرية وأطلق الاتهمات والتهديدات تجاه بعضهم البعض من الشرق الأوسط إلى أقصى شرق القارة الأسيوية يسير العالم في دائرة مفرغة من عدم الاستقرار بما يشير إلى احتمال انفجار الأوضاع في أي وقت صراع محتدم تشهده شبه الجذيرة الكورية ما بين تحالف لكوريا الجنوبية مع اليابان والولايات المتحدة وتهديدات كورية شمالية بالضمار الشامل لجارتها الجنوبية الزعيم الكوري الشمالي كينجونغون أكد أن بيونج يانج لن تتردد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم وأضاف خلال فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس جيش كوريا الشمالية أن السلام ليس شيئا يمكن استجداؤه أو تبادله عبر مفاوضات وفي ظل تدهور العلاقات بين الجارتين أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أن كوريا الجنوبية هي عدوها الرئيسي وأغلقت وكالات تستهدف إعادة التوحيد والتواصل بين الكوريتين وبينما يستمر تعليق مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين منذ سنوات صوت البرمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء القوانين المتعلقة بالتعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية وفي وقت يشهد تعزيزا من سول لتعاونها العسكري مع توكيو وواشنطن تواصل بيونج يانج تسريع براميجها لتطوير الأسلحة إذ يطلق جيش كوريا الشمالية صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي بشكل شبه دوري بالتوازي مع عمليات اختبار إطلاق صواريخ كروز من غواصة بما يضع أمن المنطقة برمتها على حافة الهاوية الآن نجاء موعدنا مع أخبار الرياضة سارة نجيب مع أخبار المنافسات المختلفة عليك سارة شكرا ناهبة وأدى مشاهدين هذه وقفتنا الرياضية لتسعة تستضيف مصر بطولة إفريقيا للريش الطائرة المقرر إقامتها في الصالة رقم أربعة باستاذ القاهرة الدولية خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الثامن عشر من فبراير الجاري وتشارك في البطولة إحدى عشر دولة إفريقية وتعد من البطولات القوية والمهمة في مشوار التأهل لأولمبيات فاريس الفين أربعة وعشرين كما يتأهل الفائز في البطولة على مستوى الفرق رجيال لأسيدات لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بالصين خلال شهر إبريل المقبل وإلى بطولة الأمم الإفريقية حيث يلتقي بعد قليل منتخب جنوب إفريقيا والكانغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب فليكسا أوفيتا بوني وكان منتخب الكانغو الديمقراطية قد خسر أمام كودو بوار بهدف نظيف في الدور نصف النهائية بينما خسر منتخب جنوب إفريقيا أمام نيجيريا براكلات الترقيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما كما يلتقي منتخب كودو بوار ونيجيريا غدا الأحد في تمام الساعة العاشرة على ملعب الحسن وتارى في نهاء النسخة الرابعة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية وكانت كودو بوار المستضيفة للبطولة في نسختها الحالية قد تأهلت على حساب الكنغو الديمقراطية بعد الفوز بهدف مقابل لا شيء بينما تأهلت نيجيريا للدور ذاته بعد الفوز على جنوب إفريقيا براكلات الترقيح احتفظ منتخب قطر بلقب كأس أسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الأردن ثلاثة واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب لوسيال وسجل منتخب قطر أهدافه الثلاثة من علامة الجزاء عن طريق لاعب أكرم عفيف فيما أحرز هدف الأردن يزن النعيمات تمكن ليفر بول من الفوز على ضيفه بيرتنلي بنتيجة ثلاثة واحد في إطار منافسة الجولة الرابعة والعشرين من الدور الإنجليزي الممتاز بهذا الانتصار استعد ليفر بول صدارة الترتيب بوصوله للنقطة الرابعة والخمسين فيما توقف بيرتنلي عن أن أند النقطة الثالثة عشر في المركز التاسع عشر فاز منشستر سيتي على ضيفه أفرتن بهدفين نظيفين في الموراء التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدور الإنجليزي الممتاز وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مان سيتي إلى سنتين وخمسين نقطة من ثلاثة وعشرين مباراة فيما تراجع أفرتن للمركز الثامن عشر نهاية جولتنا الرياضية للتاسعة والآن عودة من جديد إلى أدى وهبة إليكم أشكرك سارة تتواصل فعاليات الدورة ثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية شهد المهرجان تكريم عدد كبير من الفنانين انطلقت فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية حفل الافتتاح انطلق باستلام الوطني لمصر ويقام مهرجان الأقصر خلال الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من فبراير الحالي بمشاركة نغبة من الفنانين وصلين للدورة الثالثة عشر بانتظام وبمستوى ثابت الجديد انت عندك خيري بشارة واحد من أهم المخرجين في مصر وفي القارة الإفريقية الدورة بتحمل اسمه وفي كتاب عنه لعسام زكريا فيه 48 فيلم في المسابقات المختلفة فيه تكريم لنجوم شباب فيه مئويت فؤاد المهندس فيه ورش مهمة جدا على أعلى مستوى للشباب في صعيد مصر أعتقد أنها دورة فيه تقاخي مع مهرجان خيريبجة الإفريقي في المغرب فيه حضور لعدد مميز من الضيوف في لجان التحكيم وفي التكريمات عندنا حوالي 50 فيلم في الأقصام المختلفة بيمثلوا تقريبا 32 دولة من داخل أفريقيا وعدد من دول أوروبا وأمريكا طبعا عندنا أربع مسابقات رئيسية المسابقة الفيلم الطويل والقصير والشتات وأفلام الطلبة المصريين عندنا طبعا عدد كبير من التكريمات هتشوفوها معنا النهاردة يعني الافتتاح شهد إقبالا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم رئيس شرف المهرجان النجم محمود حميدة والمخرق خير بشارة الذي تحمل الدورة الجديدة اسمه كما تم تكريم عدد من الفنانين من بينهم حسن الرداد وإمي سمير غانم وتيسير فهمي والفنانة صح الرامي بالإضافة إلى الفنانة البركينية أيك تيرا الاحتفاء بالسينما المغربية وتكريم حسن من جلون ودي حاجة منسبة لنا شخصيا يعني حاجة كبيرة جدا جدا إضافة بقى إلى أن الدورة دي هي باسم الأستاذ الكبير خير بشارة السينمائي المتفرد المعروف أكيد سعيد بقدر ما أنا كمان فخور فإن أنا عشت هذا الزمن وهذه الرحلة عشان أوصلي للحظة ده شيء جميل قيمة المهرجان وتأثيره بالنسبة لفنان أكبر فأنا مبسوط جدا أن أتكرم مهرجان وفي أكثر من حاجة بسطاني السنة دي في التكريم مهرجان الأكسر للسينما الإفريقية تأسس عام 2012 بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول الكرة لإهتاحة شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الإفريقية في جميع أنواع الأفلام ومساعدة الفيلم الإفريقي للنفاذ عالميا والآن مع أخبار التقص أخبار التقص مع سارة نجيب إليك سارة شكرا هذه وقفتنا أسالة والأخيرة وأحوال التقص يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد تقص دافئ على القاهرة الكبرى والواكل البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية فيما يسود ليلا وفي الصباح الباكر تقص شديد البرودة على أغلب الأنحاء وفيما يلي مشاهدين بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية ونبدأها من القاهرة القاهرة العظمة 23 الصغرى 13 الإسكندرية 21-12 مطروح 22-10 بورسعيد 20-13 والإسماعيلية 23-10 ونذهب إلى السويس السويس العظمة 22 الصغرى 9 العريش 21-11 طابة 22-12 شرم الشيخ 25-15 والغردقة 24-14 أما الأقصر فالعظمة 26 والصغرى 10 أسوان 27-12 الوادي الجديد 24-6 شلاتين 26-17 وأخيراً مع حلايب 24-18 والآن مشاهدين نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والآن مع لقطة واحدة هي الأبرز لهذا اليوم اشتركوا في القناة نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار استجابة لدعوة رئيس السيسي مجلس أمراء الحوار الوطنية يعقد جلسة لمناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة وخطة لإجراء الحوار الاقتصادي رئيس الوزراء يلتقي وزيرة خارجية بلغاريا ويؤكد دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واشنطن تعلن استمرار تنسيقها مع القاهرة ودحى للتوصل لهدنة في غزة وتطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية نهاية أخبار أتسع لكن أتسع لا تزال مستمرة مع حضراتكم ويوسف الحسيني مساء الخير يا يوسف مساء الممور الزاكي آه ده زاكي يا هيبة عاملين بيه كله تناني عامل ايه مع برودة الجو درجات الحرارة تنزل بني برودة مخيفة يعني أنا أناسة كل زملائنا يشترافوا في التكييف سيبنا من الجو اللي برا خلينا في الجو اللي جوه هنا قط بشمالي وجنوبي مع بعض مزهلين هنا ما بيهزروش تكييف من بتاع الزمان ده على قديم تلاجة الخضار على كله أكيد في حلقة أول أسبوع معاك حاجات كتير حاجات كتير جدا جدا والحقيقة يعني العالم مش هادي العالم مليان حاجات كتير وللأسف أغلبها مؤسف يعني ربنا يا أستر على كله حلق موفقا شكرا جدا لك يا هيبة واستأذنكم نبدأ فقراتنا ألف شكر